السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين كنفا كل شوية بالله فيها التطورات. فالنهاردة هنشوف اخر التطورات اللي هم عاملينها. مثلا هنلاهن ان هو في الماجيك رايتر الضوف. ان انا ممكن مثلا وانا بكتب اروح اقول له ايه انا عايزك تكتب لي مقالة عن حرب اكتوبر. فيبدأ ان هو يكتبها لنا. عايزك تكتب لي حاجة مثلا عن الصناعة المصرية. يبدأ ان هو يكتبها لنا. في ان انت تقدر تستفاد بالزكال الصناعي. بدلا ما كنا بناخد الحاجة ونروح لشاجة بتيك. تبها لنا كوبي بيست ونرجع. لا هو في نفس المكان. فده من ضمن الحاجات اللي القوي جدا. اللي هو الماجيك رايتر. يعني ممكن مثلا اجي هنا مثلا اي حتة. تمام. ممكن اقول له ان انا عايز هنا اعمل كويك اكشن. طب انا عايز اعمل اكسي بنت. ابدأ تشرح لي او السطر اتحواله لكزا سطر. فاعملها بالشكل الجميل دول. ده كده زكال الصناعي في كونفا. طيب ممكن انا اعمل تشارت. ماشي عمدي اي داتا فاقول له حط لي الداتا دي على تشارت معينة. تمام زي ما انت تشايف. تمام وسهل جدا ما انت تغير في الشكل بتاعها تغير اللون. تقدر تعمل ادت. مسلا تقدر تغير الوان من هنا. اهو. تقدر تخش هنا على داتا نفسها هتعدل فيها. اي رقم هنا ممكننا انا اعديه. فساعتها المخاطط بتاعتنا هتختلف. بالشكل دوت. الفاليو. طب انا عايز اضيف data من جوجل شيت او upload data عندي ملف اكسل اقدر ان انا ارفعه. فدي من ضمن المزايا القوية. اقدر اضيف لكلام للفيديو اللي موجود. قام انجسون دي قريب او هتحصل. ان هو اوتوماتيك اي سوب يحصل هو يبدأ ان هو يترجمه. يجب فيه ان كلنا شغالين في نفس الوقت. في الويت بورد الصبورة ان انا نبدأ نشرح يعني ممكن اكون انا مثلا نستخدم زوم او اي حاجة. وعندي كزا صبورة همت. بحيث ان انا اشرح لي الناس بسهولة اعضل ان اعمل زوم اقدر اضيف تيكست اقدر اضيف صور اقدر ارسم زي ما نعايز. ميزة كنفا ان فتحة كل الشركات تقدر تضيف مزايا و امكانيات عندها. تمام? فلذلك بدل ما اعضى لف على موقع كثيرة ان بروح على كنفا بتلاقي حاجات كثيرة في كل مرة اضافت.